السلام عليكم أعزائي التلاميذ أرجو أن تكونوا بألف خير إن شاء الله سوف نخصص هذه الحصة الثانية من دعم شمولي في مادة الرياديات مما يشمل الأنشطة العددية ثم الأنشطة الهندسية وأنشطة القياس تابعوا معي شرح السؤال الأول دعوة أنجز ضمن الأنشطة العددية لدينا العمليات الأربع الاعتيادية عملية الجمع والطرح والضرب ثم القسمة إذن أولا لدينا 578.95 زائد 2436.3 لدينا هذا العدد فهو عدد عشري سوف تقومون بوضع الفاصلة تحت الفاصلة وتنجزون العملية نمر لعملية الطرح لدينا 1023 ناقص 957.21 إذن الجزء الأول فهو جزء صحيح سوف نقوم بوضعه تحت الجزء الصحيح ثم نقوم بإنجاز العملية ثم نمر لعملية الضرب لدينا 154.63 في 0.2 الأعزاء سوف تنجزون العملية بالطريقة الاعتيادية وبعدها سوف تضعون في الخارج الفاصلة بعد وضع أربعة أرقام بعد أن نقوم بتجاوز أربعة أرقام نضع الفاصلة ثم لدينا عملية القسمة إذن 76.84 قسمة 42.5 إذن لدينا في المقصوم عليه كما تلاحظون رقم واحد بعد الفاصلة إذن سوف أقوم بدرب المقصوم عليه في عشرة بكي أزيح الفاصلة العدد الذي أقوم بدربه في المقصوم عليه سأقوم بدربه في المقصوم أيضا إذن يصبح العدد هو 768.4 قسمة 425 نمر للسؤال الموالي إذن حول إلى الوحدات المطلوبة ضمن أنشطة القياس لدينا 3.52 طن و 25.6 قنطار نحولها إلى الكيلوغرام ثم لدينا 7.62 كيلو متر و 175.8 ديكا متر نحولها إلى ماذا؟ إلى المتر 2.45 هكتومتر مربع و 250 متر مربع نحولها إلى ماذا؟ إلى الهكتار ثالثا أرتب الأعداد التالية ترتيبا تزايديا إذن سوف نقوم بترتيبها من أصغر أعداد إلى أكبر عدد لدينا أعداد عشرية دائما نبدأ بمقارنة الأعداد جزء الصحيح إذا كان أعداد الجزء الصحيح متساوية نمر لأعداد الجزء العشري إذن قوم بترتيبها ثم نمر للسؤال رقم 4 اكتب الأعداد العشرية التالية على شكل أعداد كسرية مثال لدينا 0.27 رقماني بعد الفاصلة إذن سوف أقوم بالقسمة على 100 فيصبح العدد هو 27 على 100 السؤال رقم 5 اختزل الأعداد الكسرية التالية مثال لديكم 12 على 15 دائما نقوم بالبحث عن ماذا عن القاسم المشترك بين البسط والمقام القاسم المشترك بينهما هو 3 إذن نقوم بالقسمة على 3 فيصبح العدد هو 4 على 5 بالنسبة للسؤال رقم 6 ما هي القيمة المقربة إلى جزء 100.01 بتفريط للعدد 35 على 12 نمر للسؤال رقم 7 وهو عبارة عن مسألة سوف نقوم بحلها مجموع ما يملكه خالد وعلاء من النقود هو 145 ذرهما إذا كان ما يملكه خالد يزيد عما يملكه علاء بمقدار 25 ذرهما فما هو المبلغ الذي يملكه كل واحد منهما أعزائي لدينا في المسألة المعطى الأول هو أن خالد وعلاء يملكاني 145 ذرهما لكن خالد يزيد عن علاء بـ 25 ذرهما إذن سوف نقوم بماذا باستثمار هذين المعطيين في إنجاز هذه المسألة نمر للسؤال رقم 8 وهو آخر سؤال في هذه السلسلة وهو ضمن الأنشطة الهندسية السؤال يقول أنشئ متلة متساوي الساقين A B C حيث قياس الزاوية A يساوي 75 درجة وقياس الضلع A B يساوي 6.5 سنتيمتر السؤال هو ثم أحسب قياس الزاويتين كما اعتدنا حساب قياس الزاويتين زاوية B ولدينا أيضا الزاوية C إذن أعزائي في المرحلة الأولى سوف تقومون بإنشاء الضلع A B الذي قياسه 6.5 سنتيمتر بحيث الزاوية A عليها أن تكون درجتها هي 75 درجة المرحلة الموالية على الزاويتين المتقابلتين أن يكونان متقيستان أي الزاوية B والزاوية C لأن المتلة هو كيف هو متساوي الصاقين بما أن المتلة متساوي الصاقين فإن الزاويتين المتقابلتين سوف تكونان لهم نفس القياس مفهوم؟ إذن قوموا بحساب الزاوية B والزاوية C في النهاية إذن قوموا بإنجاز هذه السلسلة أو رولاكم مفهوم؟